انصدمت أنه أخبرني في يوم من الأيام عندما كنت أتحدث عن أبي وقلت يرحمه الله فقال أنه لا تترحمي علينا نحن لا نعرف حاله هل هو من أهل التوحيد أو من غير أهل التوحيد فكانت هذه الصدمة كبيرة لي يعني أنا أعرف أن أبي يرحمه الله كان إنسان مستقيم إنسان محافظ وعلى خلق يعني شكك في إسلام أبيكي نعم هذه كان أمر صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي وأخبرني أنه كل الذين ماتوا قبل هذه الفترة هم شككون في إسلامهم ولذلك هم يتوقفون في الترحم عليهم وصلت الأمور بهم إلى هذه الدرجة يعني بعدين أصبحت أفكر بجدية يعني نحن أيضا ليست مسلمين يعني شنو كان ردك إليه؟ تناقشنا طبعا بهذا الأمر وأخبرت أن أبي أحسبوه أنه ما شفت أنه رجل غير صالح الحمد لله وربانا تربية صالحة كان يصلي خمسة أوقات في المسجد فهو يقول لا هذا الأمر مشكوك فيه ونحن لا استطيعنا الترحم والتوقف في الترحم الأخير جاز والدك الذي أعطاك إليك زوجه بأن والدك أيضا ليس مسلم وحتى أبوه يعني أنا لا أستغرب على أبي وبالتالي حتى أبوه يعني أبوه في الفترة الأخيرة فقد عقله يعني الرجل أصبح كبير بالعمر وفقد عقله وهي يقول لا نعرف فهو إلى الجنة من الله اشتركوا في القناة